السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إطار دروسنا حول برنامج الـ Powerpoint اليوم إن شاء الله سوف نتقاسم معكم موضوع الأقسام المعكوسة La classe inversée avec Powerpoint يعني كيف يمكن أن نصغى محتوى تعليمي لقسم معكوس ببرنامج الـ Powerpoint إذن يعتقد العديد من المعلمين أن الفصل العكسي هو ممارسة عظيمة يزود المعلم الطلاب بالمحتوى الذي يستخدمونه خارج الفصل الدراسي للاستهداد ثم يطبقون ما تعلموه في الصف تحت إشراف المعلم يوضح لك هذا المقرر كيفية استخدام ميزة تسجيل Powerpoint لعكس التدريس وتحسين تحسينه يوضح لك هذا المقرر كيفية استخدام ميزة تسجيل Powerpoint لعكس التدريس وتحسين تحسين الطلاب التعلم المقلوب Flipped Learning أو الفصول المقلوبة المعكوسة Flipped Classroom هو نموذج ضربوي حديث يرمي إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة في التدريس بحيث يعكس ويقلب نظام التعليم التقليدي رأسا على عقب كما توضح الصورة فالتلميذ يتعرف على الدرس في المنزل ويعود للقسم لمناقشته وإنجاز تمارين وأنشطة تعليمية مع زمولاء في التعليم التقليدي يطلق الطالب معلومات الدرس من خلال الشرح والمحاضرة كما تمثل الصورة على اليسار داخل الغرفة الصفية من المعلم مباشرة ويقوم الطالب بحل الوظيفة والواجبات التعليمية لتعميق البفاهيم المهمة في البيت بمفرده حتى يعود التلميذ إلى المنزل يقوم بأنشطة وتمارين منزلية بمفرده الأمر الذي لا يراعي الفروق الفردية للطلبة وتفريد التعليم بينما في التعلم المعكوس أو الصف المقلوب يتلقى الطالب المعلومات والشرحات في البيت ويقوم بحل الواجبات التعليمية وتعميق المفاهيم داخل الصف بمساعدة المعلم والطلبة الأقران يعني التلميذ يتعرف على الدرس في المنزل ويعود للقسم لإنجاز تمارين وأنشطة لتعميق المفاهيم المهمة ويتم ذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نقل الدرس للبيت من خلال الوسائط المتعددة حيث يقوم المعلم بإعداد الدرس على شكل ملف صوتي أو مرئي لشرح المفاهيم الجديدة والتركيز على المفاهيم المعرفة لتكون في متناول الطلبة قبل الدرس ويمكن أن يقوم المعلم بتصوير نفسه وهو يشرح الدرس على الصبورة العادية أو الصبورة الإلكترونية أو باستخدام برنامج عرض الشرائح البوير بوينت على الحاسوب مباشرة تنويل سجيل صوته وتحويل الصوت والشاشة وشاشة العرض إلى فيديو وذلك باستخدام أحد البرامج المناسبة يسمح الفصل المقلوب للمعلم بتحديد مستوى فهم كل طالب بشكل أفضل عندما يمارس الطلاب مفاهيم جديدة في الفصل بدلا من القيام بها في المنزل يسمع المعلم ما يقوله كل طالب ويتبع منطقه ويمكنه التدخل لتصحيح سوء التفسير على الفور ونتيجة لذلك يكون أداء الطلاب أفضل لأنهم يتم تصحيح أخطائهم على الفور في الوقت الفعلي وهو أكثر فعالية بكثير من عدة أيام لاحقة عند تصحيح واجب منزلي يعد مسجل ميكو سوفت بوير بوينت أدت رائعة لإنشاء دروس عكسية تفاعلية ولكن قبل تعلم كيفية إنشاء درس عكسي باستخدام هذه الأدات تحتاج إلى تنظيم الدرس يعني الإعداد للدرس وإعداد قبله وإختيار قبله للدرس يختلف طول الدرس تبعا لعمر طلابك ولكن من الجيد أن تبقى في غضون 3 إلى 15 دقيقة إذا كان المحتوى الخاص بك أطول فقم بتقسيمه إلى عدة أقسام يعني إذا كعد نوحة درس مثلا طويل يمكن أن نقسمه إلى عدة أقسام ضع خطة درس لتحديد الأجزاء الرئيسية والمكان الذي يمكنك فيه قطع الأقسام تذكر أن عرض بوير بوينت يجب أن يكون عدل كلمات في كل شريحة محدودا التوصية هي احترام قاعدة 6 في 6 يعني لا يزيد عن 6 كلمات لكل سطر ولا يزيد عن 6 أسطر لكل شريحة لكل دياب بوراما يجب أن يكون فيها 6 أسطر فقط أضف مرئيات تعزز المحتوى الخاص بك أانيماسيون الرسوم البيانية والصور والجداول كل ذلك يعيد الدرس إلى الحياة تبسيط التحولات لتجنب الانحرافات يعني الانيماسيون ديالنا تكون خفيفة يعني نستخدم الانيماسيون أو تحركات تحولات لا نكتر منها ونستعمل المفيدة منها فقط إذن بالنسبة أشياء مهمة يجب أن نتعرفها لنقوم بإنشاء درس تفاعلي لقسم معكوس باستخدام برنامج بوير بوينت أولا يمكن أن نستخدم أزرار لإشتغال السريع أو سيغاب بيد يعني كتسهل لنا الولوج لبعض الخدمات بسهولة كما تلاحظون هي هذه وأيضا نعتمد جيدا على الخدمة هذه كونسيبسيون تعطينا اختيارات للخلفيات ولتنظيم الشريحة ديالبورا مدينا مجموعة من اختيارات تعطيها لنا كما أيضا يمكن أن نضيفه إلى خانة الخدمات انغيجيس خومو التي تسمح لي بالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات وإضافة الفيديوهات إضافة الأصوات إضافة مجموعة من الأشياء إلى العرض الخاص بي تسجيل ديالبورانا الخاص بي وأن أعتمد على التحولات الانيماسيون ولا أكترى من هذه التحولات لكي لا أربكا المتعلم كما قلنا يجب أن لا أن نعتمد وأن نتذكر قاعدة ستة في ستة يعني ستة كلمات في السطر وستة أسطر في الشريحة في الديابوراما الواحدة ثم عند ختم الدرس يمكن أن نحوله إلى فيديو وذلك بالضغط على انغوجستري فيديو ديابوراما فيديو كما تلاحظون تصعد لنا هذه الشاشة هكذا هنا منتقل بي من إلى ديابوراما أو الشريحة الموالية هنا إذا رأت أن أشرح بعض الكلمات يمكن أن نستخدم القلم والألوان والممحات لمسح الأخطاء من هنا نبدأ التسجيل والإيقاف إذا أردت أن أمسح التسجيل فأمسحه من هنا وعند نهاية الديابوراما يتم تحميل التسجيل تلقائيا وتحياتي لكم وبالتوفيق ولا تنسوا من خالص الدعاء